قرارة حازمة أعلن عنها مجلس الدفاع الوطني خلال اجتماع عقده في عدن غداة التصعيد الحوثي الأخير المتمثل باستهداف ميناء الضب في حضر موت بالطيران المسير مجلس الدفاع أقر تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية مؤكداً أن التصعيد الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الاتلزامات التي تنصلت عنها الميليشيات بما فيها اتفاق السوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة الاجتماع الذي عقد بحضور ومشاركة كافة أعضاء المجلس ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضر موت وشبوة وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لقراراته وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمنية وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في اليمن وحذر المجلس من أن هذا التصعيد الإرهابي للميليشيات من شأنه إعفاء الحكومة أيضا من التسهيلات الخدمية الأخرى مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية ودع المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقابة الحازم بتصنيف تلك الميليشيات جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك